المرء عظيم بإخوانه إخوة الدمي والقربة والجوار ونحن في ليبيا تجمعنا كل تلك الأواصر مع أشقائنا في مصر وتونس والجزائر فلطالما كان الليبيون سندا لإخوانهم مدافعين عن حقوقهم وسيادتهم ولما كان المعروف في أهله لا يضيع وإن طال زمانه وكان الدول جوارنا كراما لا ينسون فضلا ولا يتأخرون برهة في نصرة الحق كان من الطبيعي أن نرى ردود أفعال طيبة من الجيران كيف لا وهم الأهل والسند للليبيين لم يكن وجود ليبيا طرفا ولا حقبة توضع علىها مش التاريخ والجغرافيا فلكم أن تسألوا عن الجمهورية الإطرابلسية التي كانت مش على نور يبهر العالم أو آثار لبدة إن شئتم لعلها تحكي لكم قصص عز وفخر وعظمة وفي ظل الأزمات المتواترة المؤثرة على الدولة في سنوات المخاض التي لن تطول بإذن الله كان لزاما على أهلنا تقديم يد العون بلا منه فعائلتنا المغاربية لم تتأخر يوما عن واجبها القومي ولن تفعل المواقف المشرفة والمستمرة الصادرة من القاهرة إلى تونس والجزائر تسمع أصواتها في طرابلس وسرط وبنغازي فالليبيون شعب لا ينسون أصحاب الفضل وإن قل فكلمة طيبة قد تحفر لسنين في نفوسنا ونحفو عن كثير جهود الدبلوماسية والبحث عن التوافقات لم تخفل عن اجتماع أي مسؤول ينطق بلسان بلده وبدءا من رئيس البلاد هذه الرسائل التي تدل على وعي كبير بحاجة البلد الجار إلى دعم جهود التوافق وتسريعها فأجاع الليبيين تعكر صف وجيرانها والعرب بلا شك وزيراء الخارجية التونسي عثمان القرندي والجزائر رمضان العمامرة بحث مؤخرا بحسب تغريدة للوزير التونسي دعم المسار السياسي في ليبيا وتشجيع الإخوة الليبيين على المضي قدما نحو إيجاد توافقات لإنجاح مسارهم فيما كانت قضيتنا حاضرة خلال زيارة العمامرة والتقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا خلاله لتعزيز الجهود الدولية لإنهاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وهو ما اتفق عليه الرئيسان الجزائر عبد المجيد تبون والتونسي قايسي سعيد إذ أكدا خلال لقائهم الشهر الماضي على أن الحلل لأزمة لا بد أن يكون ليبيا ليبيا لسان حالنا كليبيين يقول اليوم كما قال أحد الشعراء ذات يوم وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمحصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذمي